السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان راح نشوف بهالفيديو حلقة جديدة من سلسلة خط رئيسي ومباراة راح نشوف بهالحلقة خط من خطوط الدفاع الفرنسي طبعا الدفاع الفرنسي تقريبا نقلاته كلها متقاربة من حيث مستوى اللعب يعني ما في خطوط رئيسية هيك مبينة انه هاي خط رئيسي والباقي خطوط فرعية لا في عنا عدة نقلات ملعوبة بنفس القدر راح أشير إيلون طبعا ولكن راح نختار خط رئيسي لحلقة اليوم وممكن باقي النقلات نشوفها بحلقات قادمة فإذا خلينا نبلش نقلة الأولى طبعا الدفاع الفرنسي هي E4 فرح يرد لعب الأسود الدفاع الفرنسي طبعا نقلة المميزة إيلو هي E6 D4 وطبعا للتزكير راح نشوف بنهاية الجيم مباراة عن هالخط هالمباراة راح تكون مباراة لعب عربي قوي جدا ومباراة جميلة جدا فيها تكتيك رائع بنهاية الجيم فاخليكم معنا إذن D5 والآن مثل ما شايفين اللعب الأبيض عنده عدة خيارات تقريبا متكافئة بالقيمة وبنسبة اللعب ممكن ال E5 يكون خيار والنايت على ال C3 خيار والنايت على ال D2 خيار ممكن نشوفهم بعدين ولكن هون راح نشوف نقلة النايت على ال C3 فأيضا راح يرد اللاعب الأسود بالبيشوب على ال B4 طبعا أيضا ممكن يكون نقلة الحصان أيضا خيار يوازي خيار الفيل ونقلة قوية فإذن خلينا نشوف الآن نقلة البيشوب فهون راح يرد اللاعب الأبيض تقريبا لنقلة الوحيدة E4 طبعا في خيار التكسير ولكن ما كتير مشهور فأيضا نقلة الوحيدة هون للعب الأسود C5 طبعا ما يهاجم هاي السلسلة وسلسلة عمليا ضعيفة شوي عند اللاعب الأبيض وهجومها راح يسبب له مشاكل فإذن A3 لطرد هاد الفيل طبعا الخيار الأفضل هون أنه يأكل يعني خيار التراجع خيار سيء جدا لأنه فورا راح يطلع به البيضة وسواء أكل الجندي B أو أكل الجندي D نفس الشي لأنه الحصان راح يجي على ال B5 وطبعا الحصان راح يتوجه على الخانة الضعيفة جدا D6 بمعسكر الأسود وهون راح يمارس يعني كتير ضغط على البيضة مثلا على الفيل على البيضة الضعيف F7 فيعني خانة راح تكون مزعجة جدا فالأسود ما بده كل هالخيارات وهون راح يفضل أنه ياخد فهذا الخط الرئيسي فالآن B takes C3 والآن في عنا خيارين أيضا رئيسيين هنا النايت على ال E7 والكوين على ال C7 راح نشوف الآن خيار النايت على ال E7 فأيضا عند الأبيض خيارين رئيسيين إذا بده يلعب بهداوي بده يلعب على المضمون ولعب هادي فرح يختار النايت F3 أما إذا بده يلعب بشراسة وهجوم فرح يختار الكوين على الجي فور طبعا هون راح نشوف خط الكوين على الجي فور فتبيت من اللاعب الأسود والآن بيشوب D3 اللاعب مباشرة الهجوم على جناح الملك نايت بي C6 وكوين H5 فعطينا البيضة H طبعا راح نسكر على وتر الفيل بالنقلة نايت على الجي 6 نايت F3 ويستعد الحصان للدخول للهجوم فكوين C7 بيشوب E3 C4 وطبعا بالدفاع الفينتسي هاي النقلة C4 مزعجة جدا لهذا الفيل لأنه غالبا يعني هذا الوطر راح يكون كله مسكر ولكن بهذا الخط في عنا حصان هون ممكن يتكسر ونخلص من مشكلة هالفيل فرح يتكسر الحصان بي تيكس جي 6 والآن بي أي وبيدة راح تاخد بالبيدة H أو بالبيدة F شو رأيك الأفضل طبعا عزيزي المشاهد الخيار الوحيد هون هو البيدة F ليش لأنه هون البيدة H يعني راح يكون في مشاكل كتير عند لعب الأسود بساطة برجع الوزير والآن ممكن تكون الخطة التقدم بيدة H وهيك راح ينجبر إنه ينفتح العامود H وهون في عنا الألعاب والوزير وحتى هون الكمبيوتر يعني بقول إذا أكلت بالبيدة H رجع الوزير فرح يكون في عنا أيضا التبييد نقلة قوية جدا عند اللاعب الأبيض حتى إذا ما بدوا خطة تقدم بالبيدة ولكن يعني خطة تقدم بالبيدة هون راح تعمل كتير مشاكل للعب الأسود فنقلة الدفاعية الأفضل هي الأخذ بالبيدة F وأيضا النقلة الهجومية لأنه هون يعني فتحنا العامود F للوزير والآن الوزير والألعا راح يصيروا على عامود واحد ومفتوح أو نصف مفتوح ورح يبلشوا يهاجموا أيضا بدورهم اللاعب الأبيض فإذا النقلة F هي نقلة هجومية ودفاعية بنفس الوقت فلذلك يعني تعتبر يعني الخيار الوحيد الخيار الثاني اللي أخذ بالبيدة H خيار مرفوض تماما فإذا QG4 QF7 والآن النايت على G5 عطينا الوزير الوزير بيروح على E8 طبعا عزيزي المشاهد لحد الآن عم نلعب خط رئيسي نحن الآن عم نلعب بالنقلة أربطاعش هي نقلة أربطاعش اللعبة الأسود وعندنا مئات الأدوار اللي واصلة لنفس هذا الوضوع فيعني لحد الآن عم نلعب من حفظ اللاعبين H4 H6 عطينا الحصان والحصان بيروح على H3 طبعا ممكن فكرة الحصان أنه يروح على H3 وليس على F3 أنه هون ما يسكر طريق الوزير طبعا نشوف إذا تسكرت هاي الخانة على الوزير يعني الوزير صارت خياراته محدودة فربما يعني ما يكون هالشي مستحب وما منعرف كيف يصير بالأيام فيعني خلي الطريق مفتوح لرجعة الوزير وأيضا يعني ممكن على ال H3 يكون هدف الحصان يجي على F4 وأيضا يمارس الضغط على هذول الجنديين لضعاف فالأفضل هي ال H3 فعلا Knight E7 وتقريبا هون في عنا دورين لمستوى Grandmaster فقط واصلين لهالجيم الدور الأول هو دور نهلا رح نشوفه الدور الثاني لاثنين Grandmaster واللعب الأبيض هون لعب Knight على F4 ولكن بدورنا رح نشوف نقلة الكوين على E2 وهي المباراة اللي رح نشوفها بين لاعب كبير لاعب القطري محمد المضاحك Grandmaster هو الآن رئيس الاتحاد القطري للشطرنج وأول لاعب قطري بيحصل على لقب Grandmaster ومو من أقوى اللاعبين العرب طبعا هنا اللاعبين العرب لل Grandmaster أيضا يعني محدودين جدا فإذا رح نشوف المباراة وخصمه اللاعب الإيراني International Master روجاني أريش طبعا هاي صورته وهاي صورة محمد المضاحكة وطبعا تصنيفه كان 2346 اللاعب الأسود و 2577 طبعا Grandmaster اللاعب الأبيض فإذا خلينا نشوف كيف كفى الدور فإذا بعد نقلة الوزير بيشوب على D7 لللاعب الأسود والآن طبعا اللاعب الأبيض رح يبلش ويتابع بهجومه على الملك فراح لعب G4 Queen F7 H5 Queen F3 وبعرض تكسير الوزراء طبعا اللاعب الأبيض محمد مضاحكة بيقول له OK Queen takes F3 Rock takes F3 وKing E2 وعطينا الألعاب والألعاب ترجع على F8 طبعا هلالنقلة المنطقية إنه تجي الألعاب التاني لحتى تحمي الألعاب ولكن الحقيقة اللاعب الأسود فكر يعني شو بدون يعملوا الألعتين على هذا العامود يعني هذا جندي مدعم بشكل جيد جدا وهذا العامود يعني ما في أي مربع يعني تقدر تستفيد منه فيعني تضيع وقت وضع الألعتين على هذا العامود فلذلك فعلا فضل أنه يرجع لأنه فعلا ما في شغل لألعتين أو لأزواج الألعتين على العامود F فإذن G5 وبتابع الهجوم GX H5 GX H6 و G6 طبعا هون ما بستطيع أنه ياخد وما بعرف إذا كان الأفضل أنه ياخد لأنه رح ياخد ويعني يصير للملك بخطر ولكن هون بالتقدم يعني ترك هذا البيض يعني خطير جدا عند اللاعب الأبيض وهون صار في عنا أفضل هي نوعا ما للاعب الأبيض الآن روك A G1 ومهدد البيض فما بعرف يوهون خطر على بال لعب الأسواد ولعب الروك على F5 طبعا هين أعطت أفضلية كبيرة جدا لللاعب الأبيض هلأ رح نشوف كيف فبعلا اللاعب الأبيض بيستغل بكل زكاء وبكل احترافية بشوب على G5 عطينا الحصان طبعا الحصان ما عنده مربع جيد فبيروح على C6 يعني يشوف أيضا الحصان صار بعيد كتير عن اللعبة وما في له أي مربع جيد فهون مضروب بالجندي حتى لو يجى لهون مثلا ما رح يستطيع انه يخترق بسبب وجود هالجندي فيعني بده يروح مثلا على D8 لحيتي يحاول يرجع على اللعبة من خلال المربع F7 يعني الحصان عمليا صار خارج اللعبة Knight F4 عطينا الجندي G6 فارح يحمي بالملك King H7 ولكن الحقيقة ما حمال لأنه اللاعب الأبيض لقى تكتيج جميل جدا جدا وهون إذا بدك توقف الفيديو وقف الفيديو طبعا أنا ما حمال يعني خلاص رح يضحي اللاعب الأبيض بالحصان طبعا اللاعب الأسود عمليا ما في ياخد الحصان ليش ألا وقف الفيديو وفكر ليش لأنه أكيد رح يشيل مع كشف بالألعاء مثل ما نك شايف والملك مثل ما نك ملاحظ هون ممنوع يجي هون ممنوع يجي فعنده خيارين فقط هني H7 أو F7 وعالحالتين لوين ما راح راح يكون في عنا كيش ورح يجي لهون ورح ياخذ الفيل ويسترجع اطوطه مع وجود قلعة على الصف السابع وجندي يعني خطير جدا راح يكون في عنا مكسب طبعا أكيد إذا جيت لهون وانت مفكر إنه إذا يجي كيش ممكن يرجع لهون يحمي الفيل فهي مشكلة لأنه ممكن يتقدم بالبيضاء مثلا ويكون الوضع سيء جدا فنرجع إذن فلذلك بعد ما أخذ الجندي بالحصان اللاعب الأسور طبعا شارف التكتيك وقرر إنه خلص يعني أكيد غلط أكل الحصان فراح لعب روك جي ايد على أمل إنه يعني ناخد الحصان بالألعاب وإذا شال الحصان ممكن بعده ناخد الفيل لأنه هذا الفيل اللاعب الأبيض بيشوب إي سري وقال له خود الحصان إذا بتقدر طبعا اللاعب الأسود نفس التكتيك كماما ما رح يقدر ياخد الحصان ليش إنه إذا أخد الحصان بساطة رح ياخد الألعاب وإذا أخد الألعاب رح يجي كيش من الألعاب من الجي ونشوف يعني رجع نفس التكتيك بده يرجع الملك على بيشوب إي سري أيضا ما استطاع اللاعب الأسود بهالحال إنه ياخد الحصان فلعب البيشوب على الإي إيت ومهدد الحصان فالآن نقلة نايت إيتش فور ممكن الكمبيوتر بقول إنه نقلة نايت إف فور هي الأفضل ولكن أيضا ما زالت الأفضل هي رابحة بالنايت إيتش فور روك إف إف إيت نايت إف سري روك تيكس جي وروك تيكس جي والآن يعني عنا تهديد بالروك على الجي وعن أفضلية هذا البيضاء يعني خطير جدا ومحمي ومدعم بشكل جيد يعني الحصان كتير قريب والفي الحامي والألعى يعني داعمته بشكل جيد فالوضع سيء جدا جدا عند اللاعب الأسود فلذلك اللاعب الأسود هون لقى نقلة يعني خبيثة شوي نقلة ماكرة نقلة غريبة شو هي نقلة اللعبة لعب روك تيكس نايت نقلة جميلة جدا ولكن ما توفق فيها طبعا شوف فكرته فكرته أيضا مثل ما حكينا فكرة زكية إنه إذا أخذت مثل الألعى مثلا رح يجي بالبشوب على الجي وهيك رح يسكر الوضع تماما مثل ما شايف يعني في لين متعاكسين وفي للعب الأبيض هذا يعني مسكر كل الطرق أمامه وبالتالي صعب جدا على اللعب الأبيض إنه يخترق حتى إذا بده يروح على العامود ب ممكن يتقدموا البيادة ويكونوا على الأبيض وحامين بعضهم ويسكروا له العامود ب والحصان ممكن يدعمون أيضا والملع ممكن يتولى تسكير العامود ف يعني رح يتسكر الوضع تماما اللعب الأبيض صعب جدا جدا إنه يلاقي طريقة يخترق فيها بهذا الموقف ولكن هون اللعب مضحتي طبعا ما مرأت عليها الخدعة وقال قبل ما أخذ الألعا خلينا نعمل الاختراقة بالأول روك جي سيفين كيش طبعا الملك إجباري على الجي والآن مناخذ الألعا وطبعا الآن الألعا اللعب الأبيض اخترقت موقف اللاعب الأسود وتقريبا كل شي انتهى فهون استسلام اللاعب الأسود فمتل ما تشايف دور جميل جدا يعني دور فيه تكتيك رائع وافتتاح نظامي لحد النقل 16 فإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله